لكن بالليل ما بيبقاش فيه شغل في يوم الحد مساء طلع على إيه طلع على بيت عنية وبيت هناك ده في إنجيل موروس قال كده بالتفصيل يعني أما في بقية الأناجيل فهو بيدخل كل الأحداث بقى مع بعضها أهم حدث حصل وده اللي حصل يوم الاثنين الصبح إنه دخل على طول على الهيكل دخل على الهيكل فهنا بيقول ودخل يسوع هيكل الله هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وتقدم إليه في العمي وعرج في الهيكل فشفاه نوع فينا فكرة فكرة إن هو دخل الهيكل دي أساسية جدا في دخوله أرشالين لأنه هو جاي علشان يأسس هيكل جديد ويفهمهم إن الهيكل المفروض يكون فيه إيه؟ الهيكل ده المفروض إنه مكان للعبادة مكان للالتقاء بالله مكان إن الإنسان يتعلم فيه لكن ما ينفعش يبقى الهيكل ده بيت جارة ما ينفعش ما ينفعش الهيكل ده يبقى الناس فيه مشغولة عن ربنا الآية المهمة إنه هو كلمهم بعد ما نضف الهيكل برضو هنا زي ما قالت القديس متى بيقول باختصار شديد دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعونه ويشتغونه في الهيكل وقلب موايد الصيارفة والكراسي باعت الحمد في إنجيل يحن قال إنه هو صنع صوتا من الحبال وقلب الموايد وطرد الناس وفي إنجيل مرقص بيقول إنه طرد الناس كلها لدرجة إنه قال بعد كده ما حدش هيدخلوا في إيده حاجة اللي داخل داخل يصلي بس ولم يدع أحداً يكتاز بمتاع يعني زي وقف على الباب وقال ما حدش اللي عايز يدخل يدخل للصلاة بس وبعد كده أعدوا وبدأوا يسمعوا بيعلم الناس بدأت تسمعوا بيعلم بعد ما نظف الهيكل من البيع والشرة والتغيير العملة طبعاً الهيكل كانوا بيستخدموا رؤساء الكهنة وكتبوا الفرسيين وشيوخ الشعب الكبار المسؤولين كمصدر كبير للرزق مصدر مش هقول مصدر سياحي لأن الناس كايت بتروح للعبادة لكن كانوا بيستغلوهم في إنهم يغيروا العملة بتاعتهم بعملة خاصة بالهيكل دول السيارة بيغيروا العملة اللي جايين بيها بعملة خاصة بالهيكل مينفعش تعمل أي حاجة غير بالعملة بتاعت الهيكل طبعاً ده علشان يعني يكسبوا وجايبين بقى ناس ما قاعدينهم دفعين قد كده علشان يعودوا واللي بيع بقر واللي بيع غنم واللي بيع حمام واللي بيع يمام إيه ده؟ تحول الهيكل إلى مركز ضخم للتجار فربنا يسوع فكرهم لما قاعد يعلمهم الآية هنا تبدو أن المسيح بيقولها وهو يعني غضبانه بيطرد الناس لا لما نقرأ في إنجيل مرقس وفي إنجيل لقى نفهم أنه بعد ما ماشى الناس كلها اللي كانت بيبيع وتشتري والناس بس اللي دخلها تتعلم أو تصلي هي بقى اللي موجودة في الهيكل قاعد معهم يعلمهم قال لهم ما يصحش ده بيت ربنا بيت الصلاة بيتي بيت الصلاة يدعى دي موجودة فين؟ موجودة في إشعية 56 بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص دي موجودة فين؟ دي مش في إشعية هم مثلهم أيتين بس المسيح جمعهم مع بعض مغارة لصوص دي في إرمية سبعة كان السيدة كان برضو ربنا في عهد القديم قال هل هم كده في إرمية سبعة قال لهم أنتوا مبسوطين بالهيكل بالوضع اللي أنتوا فيه ده؟ وأنتوا يعني تخلوا البيت بتاعي مغارة لصوص؟ في إرمية سبعة حداشر هل صار هذا البيت الذي دعي بإسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ طبعا أبلها أصلوا كلام صعب أبلها أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء لها أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي بإسمي عليه وتقولون قد أنقذنا نحن كده خلاص خلصنا هل حتى تعملوا كل هذه الرجاسات؟ هل صار هذا البيت الذي دعي بإسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ فطبعا إيه حاجة صعبة خالص طب أنا حتى أفكر شوية كده قلت اللصوص في المغارة لو اللصوص قاعدين في مغارة بيعملوا إيه يا طرح؟ ممكن يكونوا مستخبين ممكن يكونوا بيعدوا الغنائم وممكن بيتخنقوا على الغنائم مش كده؟ وممكن يكونوا بيخططوا بيعملوا مؤامرة للسرقة للنهب قاعدين في مكان مختفي في مغارة بيخططوا للسرقة والنهب وبيتأمروا أو بيقتسموا الغنائم مع بعض أو بيتشجروا بيتخنقوا على الغنائم فطبعا يعني ربنا مش في حساباتهم يعني يغيب تماما أو كده كان الهكر بيخططوا فيه للمكاسب وبيعملوا مؤامرات وبيتشجروا مع بعض على المصالح بتاعتهم وربنا غيب خالص معنى ده بيته هم مش شايفينه ولا يهمهم انهم يرضوه ولا يهمهم ينفذوا صعيات ولا يعيشوا في نقاوة ولا يتوبوا حاجة صعبة خالص فقال لهم كده وبدأ الناس بدأ يعلم بقى فترة اليومين دول الاثنين والثلاث دول كانوا تعليم في الهيكل من الصبح يروح الهيكل نظفوا في أول يوم والتاني يوم طبعا كان الدنيا ريئة وأعاد يتكلم مع الشعب ويشفي المرضى وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنعا والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصلنا لابن داود الأولاد نفسهم كانوا بيهتفوا خلصنا يا ابن داود غضبوا رأساء الكهنة والكتبة غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء يعني يعني سكتوا يعني مش عجبهم القصة مش قصة أطفال المهم إن اللي بيتقال حق ولا مش حق اللي بيتقال صح ولا مش صح مش مهم يكون طالع من مين وإحنا دي نقطة بتخدع العالم كله يدو وزن للكلمة علشان صاحبها فلان قال وفلان قال دا رئيس دا وزير دا مش عارف إيه حتى في الكنيسة لا المهم هل الكلمة دي حسب الحق ولا لا حتى لو طلع من طفل ممكن يكون واحد كبير وبيجامل على حسب الحق ممكن واحد كبير ومسؤول وبيكذب ومش بيقول الحقيقة المهم الكلمة دي حسب الحق ولا لا الأطفال بيشهدوا للمسيح أبرياء وربنا كشف لهم الحق فبيشهدوا ليه أنه هو المخلص ابن داود المخلص الملك مش عاجب رؤساء الكهنة دا أنتو المفروض تشهدوا للحق المفروض أنتو تعلموا الناس وتوردحوا لهم أن هو دا المسيح اللي تولد في بيت لحمة حسب أقوال الأنبياء في ميخة واللي داخل أرشاليم حسب نبوه الزكريا دا أنتو المفروض اللي عارفين تعلموا الناس الحق لا دا كمان عايزين يسكته الأطفال يقول له شايف عجبك الهيسة اللي الأولاد عاملينها وبيسأل بيقولوا كده بيغنوا قالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط أما قرأتم فاكرين لما كنت بحكي لكم على أما قرأتم قلت لكم تكررت في العهد الجديد كم مرة عشر مرات عشر مرات أدي واحدة منهم أنتو يبتوع النموس أنتو يبتوع الشريعة اللي عارفين أما قرأتم دي في المزمور طبعا من أفوال أطفال والرضع حيقت تسبيحا ده في المزمور اللي احنا بنصليه باكر يا رب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها فمزمور التامن فالمهم إن إيه قال لهم كده وزوت شوية كمان بس دي مش مكتوبة هنا في أم متة إنه لو سكت هؤلاء فالحجارة إيه تنطق الحجارة بتاعت الهيكل دي والمبنى ده هينطق طبعا نشكر ربنا إن إحنا في العهد الجديد مايفرقش معنا المباني إحنا مبنيين كحجارة حية في المسيح زي ما كنا بنحكي إحنا مغروسين في المسيح أعضاء في ملكوته أعضاء في جسده وبقينا حجارة حية زي ما الكديس بوترس الرسول آل فرسالف الأولى وهو حجر الزاوية وإحنا مبنيين عليه مبنيين ننمو هيكلا مقدسا في الرب زي ما جات في أفاسوس 2 فقال لهم ده لو سكتوا هولئا فالحجارة تنطق نشكر ربنا إن إحنا الحجارة الحية اللي بننطق بتسبيح الله الآن وبنمجده ونقول كلمة الحق ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبيت بنا ده الكلام ده يوم الإيه ده الكلام ده يوم الحد والاتنين الحد والاتنين وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع يعني رايح بيت عنيا وريع جاع سبقا تاخد لها نص ساعة يعني تقريبا نص ساعة كان الكرام ده الصبح بس كان راجعا إلى المدينة جاع مدينة لياء الشليم بيت عنيا دي قرية فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكون منك ثمرا بعد إلى الأبد فيابست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعجب القائلين كيف يبست التينة في الحال لأجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الجابل انتقل وانطرح في البحر فيكون وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه كلام ده كان التينة نشفت يوم الثلاث حسب التدقيق في الأيام بتاع القديس موروس طيب وليه ربنا يعني يقول لا يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد أكيد فيه درس كلنا عارفينه يعني أنا ماشي بسرعة طبعا لأن الأحداث دي بنكلم فيها بالتفصيل في فترة أسبوع الألام لكن التينة معروفة إن هي في زمن في وقت الربيع في الزمن ده في نص الربيع كده وبداية الصيف يبتدي يطلع فيها ورق وثمر في نفس الوقت في نفس الوقت معظم الشجر يطلع الورق الأول وبعد كده يطلع الثمر يعني فيه شجر ما بيقعش الورق بتاعه ويطلع الثمر وخلاص لكن معظم النباتات والأشجار بيطلع الورق الأول وبعد كده يطلع الثمر الثمر التينة يطلعوا الاتنين مع بعض فلما يبقى من بعيد كده أنا شايف ورق في الشجرة بالتأكيد مدام فيه ورق لازم يكون فيه ثمر عشان كده لما راحوا ما لقاش فيها ثمر خالص لقاها عقيمة الخلاص عقيمة لا يأكل منك أحد ثمر ثمرا إلى الآبد ليه؟ لأنها بتتظاهر أن هي مورقة ومزهرة وحية وهي ميتة بتكتفي بالشكل بس ما بتجيبش ثمر حاجة يعني بتمثل هنا الأمة اليهودية زي ما احنا عارفين كان دايما تهتم بالشكل لكن ما تجيبش ما كانش فيها إيه؟ ثمار كانش فيها ثمار فعشان كده واحد مصامم إنه ما يطلعش ثمار يبقى خلاص ربنا يقول له خلاص هيختم على الوضع ده ويقول له خلاص مدم أنت مش عايز تكون مثمر لن تكون مثمرا إلى الآبد فالإنسان في إيده في الأول إنه هو يجيب ثمر إذا ما جابش الثمر خلاص يبقى النهاية إنه هيفضل عقيما إلى الآبد مجرد بس مظهر حسن ساعات إحنا كده برضو ساعات المظهر الكويس نكتفي بيه لا ما يفعش نكتفي بيه لازم ثمار الروح القدس تكون موجودة في حياتنا مش كفاية أن أنا منظري حلو بجيء كنيسة ومواظب وبصوم وبصلي لا لازم ثمار الروح القدس المحبة والفرح والسلامة والأناه واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف الثمار الحلوة دي لازم تكون موجودة في حياتي ما ينفعش أن أنا إيه أكتفي بالمظهر في حياتي أكتفي بالورق برضو ممكن أشبهها بالنبوة اللي جات في إشاعية ستة لما بيقول أغلق عيونهم طمس آذانهم يا يه طب ليه رب قال ما هم مغمضين عنهم ومصممين يقفلوا عنهم فأغلق عليها يعني يعتبر أعمى عيونهم المغلقة وطمس آذانهم اللي ثقلت عن السماع بإرادتهم أما الإنسان يستنفذ كل الفرص ويفضل آفر عنه ومش عايز يشوفه ويفضل سادد ودانه ومش عايز يسمعه صوت ربنا ولا يدخلوا قلبه يوم ربنا يختم على الوضع بالضبط زي التينة اللي صممت إنها ما جايبش ثمر جايبها ورع بس وبتفتخر يمكن بالورع فلا خلاص ما حدش هيكل منكي ثمر إلى الأول وتنشف تنشف وتنتهي تنشف وإيه وتنتهي التلاميين سواء لما شافوا لي التينة هي بسط هي تعجبه جدا فقال لهم أنتو لو عندكوا إيمان تعملوا كل حاجة مش بس التينة أنتو تنقلوا جبل طبعا السيد المسيح ما علمش التلاميذ ينقلوا جبل ولا أمرهم إنهم ينقلوا جبل ولا يبسوا الأشجار ولا يمشوا على المية ما علمهمش كده بس هو دي كلها زي تشبيهات علشان يقول لهم قد إيه قوة الإيمان بتعمل معجزات قد إيه قوة الإيمان معناها أنا بأؤمن بعمل الله المعجزي في حياتي إلا ما فيش حاجة توقف أصابه الإيمان هو الثقة في عمل الله في حياتي الثقة في ربنا قادر على كل شيء مش بس يعني برا لا داخل حياتي داخل مسيرتي داخل الظروف اللي أنا بعيش فيها فلو كان عندكم إيمان ولا تشكون مش بس هتعملوا موضوع التينة لنتم تنقلوا جبل طبعا ده يعني كناية عن إن إنه يبقى عندهم قوة وسلطان عظيم أبو وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه في حتة هنا أيلها أعتقد القديس مرؤس ولا القديس لؤى بيقول أيوة كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه ولكن لما تقفوا تصالوا تغفروا عشان أبوكم السماوي يغفر لكم وإلا لو مش هتغفروا أبوكم السماوي مش هيغفر لكم ف كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين لو بنصلي مع بعض وبإيمان ربنا يدينا ربنا يدينا لإيه ربنا يدينا سؤل قلوبنا كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه هو أبونا اللي عايز يدينا أصلا فلما بنطلب يدينا وهو علمنا نطلب ملكوت الله هو ده الأهم بعد كده الباقي يزاد لنا هناخده يضاف لنا بعد ما يدينا الملكوت يدينا باقية الحاجات نكمل حتة صغيرة كمان ولما جاء إلى الهيكل ده تاني يوم لو التلات تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوف الشعب وهو يعلم قائلين قائلين وندخل نظف الهيكل طرد كل بيعملوا تجارة وقال البيت ده بيت الصلاة يضع لجميع الأهم البيت ده بيت الصلاة فهم الرؤساء الكهنة والكتبة والفلسية وشيوف الشعب مش عاجبهم أنه هو بيعمل كده بسلطان قالوا له انت مين يعني تجايب سلطان مين فقدم الله رؤساء الكهنة وشيوف الشعب وهو يعلم وقعد مع الناس بيعلمهم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان فجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا طبعا أول ملاحظة احنا شايفين أن بيرد على السؤال بإيه بسؤال بس نفهم ليه أصلا هو حتى السؤال مش معنى السؤال دا بالذات معمودية يوحن من أين كانت من السماء أم من الناس ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحن عند الجميع مثل نبي فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم لا نعلم فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل ردو ردوهم كاذب لأن هم عارفين أنه يوحن جاي من السماء والمعمودية بتاعته والكرزة بتاعته خدمة بتاعته والتعليم بتاعته جاي من السماء هم عارفين لما يقولوا لا نعلم إيوه هم بيهربوا من الشهادة للحق بيهربوا من مواجهة أنفسهم لأنهم مش تايبين وما رحوش تابوا على قده هم مش تايبين هم بيدوروا على مملكة أرضية وعلى أموال ومقتنيات ومكاسب ومناصب وكرامة أرضية فعشان كده مش عايزين يوحن وما أمنوش بيه بس ما يقدروش يقولوا أنه من الشعب لأن الناس تا كلهم لأن الناس عرفة كويس قوي نخاف من هالشعب يا سلام يخافوا من الفضيحة يخافوا من شوشرة الناس عليهم يخافوا على سمعتهم بس ما يخافوا من الخطيئة مدام عملناها في السر أيا كانت الخطيئة ينفع أولاد ربنا بيكرهوا الخطيئة ويخافهم من الخطيئة لأنها هتبهدلهم هتدمرهم هتلوثهم ما تلقش بالهكة البتاع ربنا يخافوا من الخطيئة متفرقش معهم أي حاجة تانية الناس تقول إيه ما تفرقش معهم ما تفرقش معهم فلان هيكرمهم ولا فلان هيشوى صمعتهم ولا فلان هاوت شوية علشان خطر فلان ده صعبه هنحن نقول الحق مع احترامنا ومحبتنا للكل نقول الحق في محبة فهم جايين يسألوه في أي سلطان تفعل هذا يا سلام أول حاجة هنلاحظها طبعا أن هنا السيد المسيح بيعلم يبقى الهيكل للصلاة والتعليم مش لأي حاجة تانية تانية حاجة هم تفكرهم في إيه مش تفكرهم أن هم يعرفوا الحق ويتبعوه تفكرهم في موضوع السلطان مين اللي في إيدي السلطان السلطان ده من ربنا هو اللي بيديه الكرامة الحقيقية من ربنا وهو اللي بيديها ولو حب يرفع واحد هيرفعه فوق الكل ويخلي الناس كلها تشهد فاكرين مردخاي مردخاي كان بواب بواب حارس بيقف على الباب ما مش في كرامة ولا حاجة وما طلبش كرام لكن ربنا لما حب يكرمه رفعه وخلى اللي يعمل كده همان عدو همان ده اللي هيموت على الكرامة لو الناس ما تسجدلوش يتجنن ايه ده مرد مرد بعيد عننا مرد كرامة هي نعمة من الله ولاد ربنا كل اللي يحبوا يعملوه إن ربنا يزيد في حياتهم هم ينقصوا هو ربنا يزيد قديسين دول احتملوا احتملوا المهانة واحتملوا المزلة واحتملوا الظلم يوم ربنا رفعهم رفعهم فوق الكل إن هم احتملوا وصبروا ربنا رفعهم وكرمهم كرمهم فهما الناس دي بتفكر في السلطان بأي سلطان تفعل هذا فالسيد المسير رح مكلمهم على ايه على معمودية يحن اللي هي جاية بسلطان سمائي في حاجة اسمها سلطان ييجي من ربنا فيه سلطان ييجي من ربنا يارد ما فهموش فهما فكرين إن هي قصة صراع على السلطة انت هتاخد مننا الهكل ويبقى هتاخد مننا الإراد لا قصة مش كده قصة مش صراع على السلطة أنا مش جاية أصارع على السلطة نعم مملكة إيه ليست من هذا العين لكن الهكل ده هيكل الله ده مش للأموال ولا للمكاسب ده للصلاة وللتعليم فهم تفكرهم في السلطان مش في الحق وظنوا إنه هو جاي ينازعهم على السلطة بتاعتهم ما فهموش إنه هو جاي علشان يجدد كل شيء علشان ينقلهم ليصيروا أولاد الله علشان يرأيهم من مستوى الهكل المادي إلى مستوى الهكل الحي هيكل الله الحي أنتم هيكل الله الحي جاي ينقلهم وجاي جددهم وجاي يرأيهم هم فاكرينه جاي نازعهم على السلطان والمكاسب المادي وهنا لما جات سيرة يحنة نفتكر كلام القديس يحنة لما قال الذي من فوق الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض أرضي ومن الأرض يتكلم بيقرر نفسه بالمسيح يعني يقول ده جاي من فوق ده جاي من السماء ده النازل من السماء ده اللي جاي من فوق هو فوق الجميع أما أنا أرضي ومن الأرض أتكلم أنا رجل على قدي خالص خادم بس بنوره وبتجهز له الطريق وبهيأ له الناس عشان تقبله هو ده اللي جاي من فوق هو ده اللي جاي من فوق يبقى فوق الجميع فهو جاي من السماء وجاي ده السلطان بتاعه فهما السؤال بتاعهم هم افتكروا مجرد أن هو إيه بيسألهم سؤال وهما بيجاوبوه لا لا فيه حاجات أهمة من كده وأعمق من كده إنه عايز يقول لهم أنه جاي من فوق والسلطان ده من فوق زي ما معمودية يحنة كانت من السماء بيقولها لهم كده شوفوا التعبير كمان غريب يعني ما اللي همش يعني يحنة ده كان نبي ولا مش نبي لا بيقول لهم يحنة ده معمودية وكانت من السماء أم من الناس من السماء يعني بسلطان سماوي ولا من الناس يعني تدبير بشري وهم عارفين بس تعاموا عارفين تعاموا عارفوا أن يكون واحد شايف حاجة وعمل نفسه مش شايف طيب من نهاية ربنا يختم على العين المقفولة دي تفضل مقفولة على طول تعاموا عن الحقيقة وقالوا له لا نعرف رد السيد المسيح شوفوا بكل دقة ما قال لهمش أنا معرفش وأنا كمان معرفش أقول له لا لأنه يعرف فلهم ولا أنا أقول لكم أنا مش هقول لكم مدام أنتو بتجذبوا مدام أنتو بتتعاموا عن الحقيقة أنا مش هقول لكم ومش أتكلم معاكم تاني خلينا مع الايه مع الشعب نعلم الشعب لكن أنتو مش عايزين تعرف ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا وكأن سيد المسيح هدفه أنه يقودهم للحق لكن هم بيقفلوا عنيهم عن الحق بيقفلوا الطريق بيسدوا الطريق على نفسهم سيد المسيح جاي علشان يفتح لهم الطريق للسما هم بيسدوا الطريق على نفسهم والنتيجة يعدي المخلص مع أنه يزرهم وفتح حضنه ليهم واهتم بيهم ودخل لهم البلد بتاعتهم وعلمهم الطريق مفيش فائدة هم رفضوه وتأمروا عليه لحد ما في النهاية الصلي وبعدين كده تكمل السيد المسيح معهم الكلام بمثل لطيف ده هنخليه للمرة الجاية علشان الوقت بتاعنا نبقى نفتكر كده بس ان احنا وقفنا عند عدد 28 قلصنا 27 وعدد ايه وبعدين يعني ابتدي المرة جاية في عدد 28 ولربنا كل مدد والكرامة إلى الأبد امي حدد عنده تعليق أو سؤال طيب تفضلوا نصلي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربنا الحبيب يسوع المسيح أنت هو الطريق والحق والحياة أتيت لنا يا ربي من السماء لكي ترفعنا وتسيرنا أبناء وورثة لملكوتك انت ربي قوتنا وفرحنا سبتنا فيك يا ربي ده هو الحياة الأبدية اللي احنا بنتمتع بيها يا رب بترفعنا فوق مستوى الدقاء فوق مستوى الموت لكي يكون لنا حياة أبدية فيك لا نضع رجائنا في هذا العالم يا رب لكن نضع رجائنا فيك حبنا لك يا رب هو اللي اللي يشغلنا ويملى قلوبنا وعقلنا وأفكرنا ويخلينا دايما يا ربي منتصقين بيك مشدودين ليك تابعيناك يا رب واثقين أنك أنت في وسط كنيستك ونقول لك باستمرار يا رب خلصنا خلصنا أنت الملك وإحنا يا ربي أما بنتبعك نصير ملوكا وكهنة وتكون أنت يا رب رئيس الكهنة وملك الملوك ادينا دايما يا رب نتمتع بالشركة معاك ادينا يا ربي أنه نحن عنينا تتفتح ونشوف تدبيرك في حياتنا ادينا أن أذهلنا تتفتح يا رب عشان نفهم كلامك الموحي ونثمر يا ربي أيضا ثمر يفرح قلبك يا ربي لأنك جوعان لثمر حقيقي في حياتنا بعمل الروح القدس سندنا بيمينك يا ربي برسلواتنا وأصومنا في البطن نجل شفاعتهم من الست العدرة نجل بركة هذه الأيام المقدسة استجدنا عندما نصلي بالشكر أبائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا دي المزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشريف المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأباد أحبة الله الآب ونعمة الإذن الوحيد ربنا وإله نوم خلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم أندو بسلام سلام الرب ربنا وعطية الروح القدس ترجمة نانسي قنقر